السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً راح نحكي عن بلوتو اللي يوم الخميس راح ينتقل خميس 23 أذار مارس 2023 راح ينتقل بلوتو من برج الجدي لبرج الدرو راح أحكي كثير 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 أشياء يعني استفزتني لدرجة أنه خلص مضلش من كثير ما نحكي ليحكي عن بلوتو أنا كنت أساساً ما بدي أعمل حلقة عن بلوتو ولكن من كثرة الطلبات اللي انكتبت أنه بدهم يعرفوا عن بلوتو وتأثيراته خلص صرت بدي أعمل لأني شفت المقابل إنه قديش كمل هري 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 كثير طيب خلينا نأخذ يعني إيش هو أو كيف بده ينتقل أو هذا بس ركزولي على نقطة معينة راح نرجع لها ماشي إن بلوتو يعني أم تكتشفوه يعني هيكي نشوف الشاطرين تبعين الرياضيات في سنة الثلاثين خمسة وثلاثين ماشي تأكد يعني في الخمسة وثلاثين إنه سنة الثلاث وثلاثين واتأكد في الثلاث وثلاثين صار تأكيد وعلي خلافات فهي النقطة راح نرجع لها يعني ماشي عشان تركزوا عليها طبعا كوكب بلوتو اللي وصل للجميع إنه كوكب بلوتو راح ينتقل للدلو راح يظل في الدلو ويشتاء ثيراته على الدلو وهذا لا كوكب بلوتو هو أساسا راح يظل خلال السنة هاي والسنة الجاي على تقريبا ننقول إحنا تأثيراته على درجتين أو ثلاث درجات آخر ثلاث درجات من الجدي وأول ثلاث درجات من الدلو لأنه راح يظل رايح جاي رايح جاي يعني هيك طول السنتين يعني بتطلع من الجدي بروع على الدلو برجع من الدلو على الجدي بعدها من الجدي على الدلو بعدها برجع على الجدي بعدها بطلع على الدلو بضل في الدلو ماشي فهي أول نقطة الساعة 12 و 24 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الخميس بده ينتقل اول انتقال اله لبرج الدلو رح يظل في حركة امامية في برج الدلو لغاية يوم 30-4 بعدين في يوم 30-4 بده يبدأ بالتراجع بده يرجع تراجع لغاية يوم 11-6 يوم 11-6 برجع للجدي وبظل بالجدي بتراجع ليوم 10-10 بعدين في يوم 10-10 طبعا هو في الجدي يرجع لحركة امامية بس يرجع حركة امامية يوم 21-1 2024 برجع للدلو بعدين في 24 نفس اللي صار في 23 اللي هي السنهاي بده يصير يعني رح يرجع كمان مرة للجدي ورح يرجع كمان مرة للدلو وبيظل في هاي الحالة رايح جاي رايح جاي برضو في سنة الفين واربعة وعشرين وبعديها برجع للحركة الامامية وبيدخل على برج الدلو في تاريخ 19-11-2024 بحركة امامية ورح يضل في الدلو في هذا التاريخ اللي هو 19-11-2024 وبيظل في برج الدلو لواحة 3-2043 يعني كل الضج اللي صارت وكل هالغلق اللي صار على بلوتو على درجتين بدرجتين أو ثلاث درجات بدرجتين أو ثلاث درجات في الدلو ودرجتين في الجديد على ايش؟ على ايش؟ خلينا نكمل طبعا بالنسبة لبرج الدلو برج الدلو عادة بظل في البروج من 11 سنة ل32 سنة يعني فيه بروج ممكن يقعد فيها 11 سنة وفيه بروج ممكن يقعد فيها 32 سنة إذا كان قريب من الأرض يعني كان ما هو أساسا هو حركته بشكل بيضاوي يعني هو محيط بالأرض بشكل بيضاوي فالفترة اللي بيكون قريب فيها من الأرض بيكون سريع في الفترة اللي بيبعد فيها عن الأرض الزاوية هاي اللي بعيدة بقعد 32 سنة بعدين برجع بتناقص 30 28 كذا كذا لا يصل 11 سنة بعدين برجع بزيد هيك هيك حركته هو ماشي؟ هاي واحد طيب شو هو بلوتو؟ ديش كلها تضجة على بلوتو أنا حكيت في البثل المباشر اللي صار قبل عشر أيام تقريبا عن هيك مقتطفات عن تأثيرات بلوتو وإيش تأثيرات بلوتو؟ بلوتو هو المسؤول عن الثورة عن التمرد عن المهرائيات عن الغيبيات المسؤول عن التنظيم مسؤول عن خلق أشياء جديدة ابتكارات اكتشافات اختراعات حياة جديدة هاي هذا بلوتو برضو بركز على الحكومات بركز على التسلط والديكتاتورية يعني بمعنى آخر في تغييرات جذرية ومستمرة في حكومات ما وفي كافة الأوضاع السياسية طبعا هذا الإشي لأنه برضو برج الدلو له علاقة أنه ما بيرضى بالروتين دائما بده تجديده تغيير ففي انتقاله لبرج الدلو رح يصير في اكتشافات جديدة اختراعات جديدة وأيضا تغييرات سياسية كبيرة وجوهرية أيضا كوكب بلوتو هو كوكب التطرف والعنف والتغييرات الجذرية والعميقة وهو المسؤول عن الأسئلة الجوهرية الكبرى في الحياة والمورائية والغيبيات والعلوم المجهولة وممكن يشهد العالم تغيير حقيقي في الكثير من الأمور الكبيرة زي ما حكينا كان سياسية أو على مستوى الاكتشافات والاختراعات والتكنولوجيا أيضا تطور مرعب رح يكون بيشهد بلوتو في الدلو يعني أو بيشجع على الثورة على التمرد بيهدم أي شيء بيشوفه أنه بيستحق الهدم عشان يبني شيء جديد من أول وجديد يعني في البداية هيك أول ما تطلع على الموضوع بتشوف أنه الهدم إشي صعب وغير مقبول بعض الشيء في البداية هيك يعني ولكن ملموس على المدى البعيد رح يجعل هاي تغييرات يعني تبين على فئات مثلا من الحكام أو المحللين الاستراتيجيين أو المخابراتيين أو غيره غيره على الظهور بعبارات جديدة ما رح تتفاجأ ولسماعها أنه حان الوقت لنسيان الماضي ويلا نبدأ من أول وجديد يلا خلاص انسوا اللي راح وخلينا نبدأ ماشي هسا بلوتو هو بتأثيراته أنا أنا بشبهه يعني كيف المريخ هو شبيه للمريخ يعني بس إنه إشي أكثر حكمة إشي أكثر واقعية إشي أكثر منطقية إشي يعني بيجيك شوية شوية مش زي المريخ فجأة هيك دب اللي هو عمل لك كوارث لا هذا على مهله بشتغل فعشان هيك بما أنه هو كوكب بطيء جدا فإذا تأثيراته على الأبراج بطيء جدا يعني لما كان في الجدي موليد ترج الجدي أساسا ما بيقدروا يميزوا إيش اللي حصل من بلوتو في حياتهم في الفترة الماضية وإيش اللي من الكواكب الأخرى ليش؟ لأنه يعني كم المعلومات أو الكلام اللي انحكى عن هذا الكوكب خربت الناس وضيعهم فلما نحكي كوكب مكتشف من 1930 طيب من 1930 لليوم ما صار عليه دراسات دراسات طويلة المدى إحنا من أخذ سنوات يعني أنا لما باجي بحكي عن كواكب أخرى أنا بركز دائما على الكواكب اللي هي اللي إلها سنوات وتأثيراتها كانت ملموسة وتناقلوها وعملوا تحليل إلها ودراسات على أشخاص وعلى دول وعلى حقب وعلى 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 إلى ما لنهاية لطلعوا بالنتيجة اللي موجودة بين إيدينا اللي إحنا منحكي فيها طيب هذا لسه ما تحرك يعني لسه يعني هم لما اكتشفوه أساسا كان في برج السرطان يعني يعني ما حدا عاش الفترة اللي ما قبل اللي يعرفوه في الدلو المرة الأولى وشو عمل فكلها تكاهنة كلها هيك حكي أنه والله هذا الكوكب هيك وهذه هيك معناته من المحتمل أنه يصير هيك لا هذا الإشي أنا عندي ما بمشي أنا إذا ما في دراسي ثابتي على التأثيرات ماشي أنا اللي حكيته هاد هاي طبيعة وراقبناها بتجانسه بزوايا مع الكواكب الأخرى مع المريخ مع عطارد مع الشمس مع القمر درسناها وشفنا كيف بيصير صارم كيف بيصير هادي أمتى بيصير إيجابي أمتى بيصير منتحس ماشي لما عمل مع أورانوس زاوية حددنا أنه هاي الزاوية كانت إلها بالربيع العربي إلها علاقة بالأحداث اللي صارت والثورات اللي صارت والعنف اللي صار في الدنيا كلها لما أورانوس دخل على الثور مثلا أنه البنوك والأشياء اللي زي هيك والرأس مالية والنهيارات مالية وشغلات زي هيك يعني بتدرسها بتمر جبل هيك وبتعيدها بتسقطها بتعملها إسقاطات ولكن الآن هذا الشيء ما في أنا حد عايش من ألف وثمانمية كذا ييجي يغلي مثلا ولا صار عنا كذا إحنا بس هي كتب تاريخ اللي بتحكي ماشي إحنا شفنا لما دخل مثلا لما دخل الأسد التغييرات اللي صارت على مستوى التجميل وحقوق المرأة والأمور هاي اللي ظهرت في في هاي الأم في هاي الحقبة والأمور اللي إلها علاقة بالقنبل الذرية اللي أسقطت كانت في فترة وجوده في برج الأسد برضو لما انتقل للعذراء مثلا شفنا الأمور اللي التطور اللي على المستوى الصحي الفحوصات والاكتشافات والأشع وبرضو على مستوى العمل والأمور الأخرى لما دخل على الميزان شفنا أنه مثلا اللي إشي صار العلاقة بالسلم والمصالحات والأمور اللي زي هيك ولكن برضو في العذراء كان في حرب عالمية لما دخل على العقرب مثلا الأمراض الجنسية اللي ظهرت اللي هي الأيدز والأفلام الإباحية صارت أكثر تطورا التطور السينما مثلا ولكن في العذراء الأفلام الإباحية كان أول ظهور لإلها بالقوس مثلا صارت اللي هي الأشياء اللي إلها علاقة بغزو اللي هي منطقة لمنطقة كيف أمريكا دخلت و11 سبتمبر والأحداث التي تليها واللي تسببت بهاي الكركة بكلها يعني فيه فيه تأثيرات مثلا نيجي منسقطها إحنا على تأثير البرج بنسقطها على بلوتو بنطلع منه ماشي ولكن مش كل شيء أنا بقدر أسقطه على بني آدمين لأنه أنا لسه البني آدمين ما عرفت التأثير اللي رح يأثر عليهم إلا إني أخذ البيت نفسه إيش تأثيراته ونعمل دراسة عليه يعني بعطي البيت ككل إيش تأثيره أرجو إني أكون أنا وصلت الفكرة لا تخافوا هذا كوكب بطيء جدا تأثيراته بتيجي بطيئة جدا ما فيه إيش عنيف جدا إلا إذا شكل زوايا خطيرة جدا وبدتكون هاي الزوايا مثلا مدتها سبوع عشر أيام ومنذكرها ولكن إنه نيجي نقول والله دخل تعدل وبده يعمل في الدل ومش عارف لا 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 هذا كل ياته كبهوا وراء ظهركم ما تعلقوا فيه كثير طيء إيش اللي أنا يعني بركز عليه إنه أقولكم انتبهوا يا موليد الأبراج الآن لما يدخل على الدلو وهو فعليا لسه هذا الحكي بدري عليه يعني من المفروض أنا أطلع بالحلقة هاي في الالفين واربعة وعشرين في لما بدو ينتقل للدلو الانتقال النهاي وبعدين نحكي في هذا الموضوع ولكن إنه فترة هاي السنة والسنة اللي جاي أنا راح أراقب التأثيرات على جميع الأبراج من بلوته ودخلته على الدلو وخروجه من الدلو نشوف أثر زاد مقص وخصوصا على أول الموليد من البروج يعني أول موليد برج الدلو وآخر موليد برج الجدي نشوف لما طلع من عندهم شو اللي خف عندهم ولما دخل على الدلو إيش يتأثر هيك الإسقاطات بتصير للتحليل فالآن أي واحد بحكي في كلام غير هذا الكلام هذا بيحكي من رأسه ما بيحكي علم ماشي طيب أهم التأثيرات اللي أنتو بتكنتبهوا خلال الفترة القادمة عليها لأنه بلوته رح يأثر على هاي البيوت البيوت هاي تيجي بيوت أبراج وبيوت طوالع يعني بتشوف برجك مثلا مثلا برجك الحمل معناته هو بدي يكون في البيت العاشر مثلا أو بيتك احداعش بتشوف بيتك احداعش مثلا إيش بيأثر عليه طيب لو أنت مثلا الأسد طالع من الأسد لدله البيت السابع بنشوف على مستوى الشراكة إيش بيصير فيه يعني هو أثر على هاي ولا أثر على هاي ولا أثر على اثنين مع بعض أوكي اتفقنا طيب خلينا نوخد عاد نشوف تأثيره على النحو التأليق برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا رح يركز اجتماعيا ورح يركز على صدقات عديدة في حياتك عشان هيك التركيز رح يكون على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الصداقات برج الثور هنا بيركز على مركزهم الاجتماعي وعلاقاتهم بالمسؤولين وعلى العمل أكثر شيء وبرضو هذا يعتبر بيت سمعتهم يعني هذول الأمور اللي بدهم ينتبهوا منها في الفترة القادمة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيركز على أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو دخول بلاد أول مرة بيدخلها أمور إلها علاقة بالهجرة بالدراسة الجامعية بالمراسلات وأيضا بالقضايا القضائية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا بيركز على الأمور المالية المشتركة الأمور اللي بتيجي من تركة أو شراكة أو تعويض أو قروض بنكية يعني أي مال مشترك هو اللي بدك أن تكون واعي ومركز عليه برج الأسد بالنسبة للأسد هنا التركيز بيكون على شراكاتهم يا زواجهم يا إما شراكهم بعملهم يعني اللي هي شراكات العاطفية وشراكات العمل برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بركز على العمل وعلاقتهم مع الزملاء وعلى الأمور اللي إلها علاقة بالوزن وإلها علاقة بالصحة أيضا برج الميزان بالنسبة للميزان طبعا هنا هذا يعتبر بيت قوي لإلكم لأنه هذا بيت الحض والعاطفة وأيضا بيت الأبناء فمعناته بتركز على هذه النقاط على الحب وعلى الحض وعلى العاطفة وعلى الأمور المالية أيضا برج العقرب بالنسبة للعقرب طبعا التركيز رح يكون في مجال العقارات مجال العيلة مجال البيت السكن الأراضي الأمور هاي بصير التركيز عليها أكثر بالفترة القادمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة والأمور اللي إلها علاقة بالإخوة إلها علاقة بالجيران وإلها علاقة بالتجارة المحلية أيضا برج الجديد بتركز على الأمور المالية أكثر وهي الأمور المالية والمكاسب المالية والحلول المالية وأيضا الدعم والهبات والأمور الأخرى برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتهم الشخصي فهو العلاقة بالنفسية العلاقة بطاقتهم أفكارهم قدرتهم إقناعهم هاي الأمور اللي بركز عليها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هو يعني يسمى بيت المتاعب ولكن هذا بيركز على المؤسسات الكبيرة والشركات الكبيرة وبركز على الغيبيات والمورائيات والأي أمور مغيبة أي شيء مخفي هو اللي بتم التركيز عليه يعني هيك أنا بكون ما بدي أعطيكم معلومات غلط ما بدي أعيشكم بوهم وأجي أكتب لكم والله بيأثر عليكم نفسيا وبيأثر عليكم صحيا وبيأثر عليكم عاطفيا وهيك تأثيراته وأصرد لكم حلقة أطول من هاي الحلقة بعشرين حلقة وأنا قصت لكم فيها وكل كلام بالهوى وما رح يكون له نتائج وما رح ترجعوا أنتوا بعد عشرين سنة دولولي أها كذابت علينا أنت قلت في قبل عشرين سنة هذا إن عشنا عشرين سنة ماشي اللي بشايف أنه هاي الحلقة والله بستاهل عليها لايك يحطه بستاهل عليها ديسلايك يحطه بده يقولي شكراً يحط بده يصلي على النبي يصلي بده يذكر الله يذكر بده يسب علي يسب اللي بدكو إياه اعملوا أقول لكم وإذا بدكوش تعملوا تعملوش واللي بده يلغي اشتراك ويلغي اشتراك واللي بده يشترك يشترك يا الله هيك بنكون انت هنا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء